بسم الله الرحمن الرحيم صحابي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عصى ليعرفه بها في الجنة وتقدر تقول برضو صحابي هزم جيشا بمفرده أو صحابي مشى وهو يصلي صلاة العصر في قصة الصحابي ده صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن أنيس بقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي بلغني النبي اللي بقول لعبد الله بن أنيس بلغني أن خالد بن سفيان الهذلي يجمع الناس ليغزوني وهو بعرنة فأتيه فاقتله النبي صنفين في المدينة عرنة بمحازات عرفة بين المدينة ومكة يعني 450-500 كيلو دلوقتي اللي بيقطعوها مسافة أربع خمس ساعات اللي أعتناك بالعربية أيام النبي عليه الصلاة والسلام عشرة أيام ذهابا وعشرة أيام إيابا خالد بن سفيان الهذلي ده في عرنة النبي عليه الصلاة والسلام طلب من ابن أنيس أن يذهب من المدينة إلى مقر خالد بن سفيان بعرنة قال له فأتيه فاقتله ابن أنيس عايز وصفه عايز يعرف ما هو ما يعرفش الراجل ده قال له إن عته لي يا رسول الله عشان لما روح المكان ده أعرف مين خالد بن سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيته وجدت له إقشعريره جسمك إقشعر كده أول ما تشوفه الوحيد من بين الناس لما تشوفه جسمك يحصر له قشعريره يقول عبد الله بن أنيس فخرجته متوشحا سيفي مستعد بقى وخرجته من المدينة حيمشى قديه مش عشر دقائق مش ورأة للشارع ولا عشر ساعات عشرة أيام يمشيها عبد الله بن أنيس ليلبي طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك خالد بن سفيان بيتجهز وبيستعد عشان يغزو النبي عليه صلى الله عليه وسلم وعد ألف مقاتل يعني خالد بن سفيان على رأس جيش ألف مقاتل من اللي هروح يقتله لوحده عبد الله بن أنيس لما عبد الله بن أنيس يقتل خالد بن سفيان كأنه قضى على الجيش كله يقول فخرجت متوشحا سيفي قاصدا هذا الرجل بعرنة يقول فلما قدمت ورأيته وجدت ما قد وصف لي رسول الله أبوما شفت حصريت القشعر فعرفت أنه هو يقول كان وقت العصر فخشيت أن يشغلني هذا عن صلاة العصر فصليت وجعلت أصلي وأنا أمشي أومئ برأسي الركوع والسجود عشان إيه ما يتعرفش وعشان إيه صلاة العصر ما تفوتش عليه راح لخالد بن سفيان تبقله من الرجل قال أنا جئت إليك أنا من العرب سمعت أنك تجمع الناس لمحمد ما هو لازم تعمل مقر بقه ثم مشى فرحب به طبعا ثم مشى به في مكان حتى انقض عليه فقتله عبد الله بن منيس قتل خالد ثم عاد إلى رسول الله في المدينة أتلى المهمة رضي الله تعالى عنه أرضاه لما عاد للنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي لما شفه قال له أفلح الوجه قال قتلته يا رسول الله قال صدقت هو الوحي هيبلغ النبي عليه الصلاة والسلام زي ما بلغ النبي من أوصف خالد إنك لما تشوفه فحصل لك قشعريرا وحصلت لعبد الله بن منيس النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم عندما عاد عبد الله بن منيس والنبي عليه الصلاة والسلام قال له أفلح الوجه فقال ابن منيس قتلته يا رسول الله قال صدقت يقول ابن منيس فأخذني رسول الله إلى بيته فأخرج لي عصى فأعطاني إياها وقال أمسك هذه عندك يا عبد الله بن منيس فأخذ العصى من سيدنا النبي خرج من بيت النبي فالناس شايفين عصى منها قالوا رسول الله أعطاني إياه قال هل لا ترجع فتسأله لما أعطاك إياه فعاد ابن منيس يا رسول الله لما أعطيتني هذه العصى قال آية بيني وبينك يوم القيامة أعرفك بيها يوم الأيام يا ابن أنيس فأمسكها عنده ابن أنيس وما كانت تفارقه كان يمسكها معه دائما مع سيفه حتى أمر بها فصبت معه في كفانه ليه؟ عشان تبقى معاه ويشوفها معاه سيدنا النبي يوم القيامة شوف العظمة شوف العجب هنا هنا النبي عصى أعطى لابن أنيس عصى قال له ليه؟ قال له آية بيني وبينك يوم القيامة نحن طبعا معروف أن المؤمنين سيعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بآثار الوضوء إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع أن يطيل غراته فليفعل عاوز سيدنا النبي يعرفك يوم القيامة حافظ على وضوك أسبغ وضوك أحسن وضوك توضأ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يعرفك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سيدنا أنس لما طلب مرة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفى عليه قال أنا فاعل يا أنس سيدنا أنس ما اكتفاش إنه خلاص النبي وعده بالشفاء قال له أين أطلبك يا رسول الله يوم القيامة ألاقيك فيه؟ يا سلام على النظر العميقة وعلى أنك أنت بتتخيل الأخرة وتتخيل الموقف وتتخيل الناس وتتخيل الأنبياء أنا عايز أعرف أنا هشوف أكفي ألاقيك فيني يا رسول الله قال اطلبني أول ما تطلبني عند الحوض فإن لم تجدني اطلبني عند الصراط فإن لم تجدني اطلبني عند الميزان فأنا لا أخطئ هذه الثلاث يبقى تعرف من دلوقتي بقى النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يتردد بين هذه الثلاث يا حوض يا صراط يا ميزان حتى ليه عنده واحد من الثلاثة هو يبقى هناك بس أنت تعمل حاجة عشان هو يعرفك بيها زي ما هيعرف بيها مين عبد الله بن ونيس اللي مضيعش الصلاة حتى في هذه المرة وقضى على جيش بأكمله بمفرده وتحرك لينال هذا الشرف وهذه المكانة هنا لازم تتعلم ثلاث حاجات مهمة هنا اختيار الكفاءات وتوزيع الأدوار النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن ونيس دادا هي وزكي وشجاع فهو اللي حيقوم بالمهمة دي من بين أبو بكر وعمر وعثمان وعالي وخالد هو عبد الله بن ونيس صاحب المهمة لما يحبه بعد حد للملوك والأمراء عبد الله بن حذافة السهم حد على القضاء سيدنا علي حد يعلم الناس معاذي بن جبل حد يقرأ الناس أبي بن كعب كل واحد ليه دور باختيار الكفاءة والرجل المناسب في المكان المناسب واحد اتنين اتعلم منها أنك تحافظ على الصلاة الراجل حتى في موقف زي الأخشى أو خشيته أن يشغلني عن صلاة العصر دي الحاجة التانية الحاجة التالتة اعمل حاجة يعرفك بها سيدنا النبي يوم القيامة أقل حاجة تحافظ على وضوءك وتسبق وضوءك زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا وعلمنا أجفق على خير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته